لا تنفق الا الرجل القوي والاسلام في المدينة كان قويا فظهرت ظاهرة النفاق في المدينة وليست في مك وهل النفاق نوعا واحد اجاب الدكتور هاني تمام الا النفاق نوعان نفاق عملي ونفاق اعتقادي النفاق العملي هو سلوك يدل على النفاق انما لا يقطع به اما النفاق الاعتقادي والعياذ بالله هو النفاق الذي يؤدي بصاحبه الى جهنم ثم استطرد فضيلة الشيخ أسرف الفيل وهو يشرح لنا ان المنافق يحتاج الى فترة اعداد وتدريب اعداد للقلب لكي يكون ويحصل على ردبة منافق اكمل يا شيخ أسرف نعم فهنا النفاق عشان لسانه ينطق بالكذب او عشان يخون او عشان يقدر لازم القلب ده يبقى مهيئ لاني يعمل الحكاية دي لان الكيسة دي بتجي من القلب ما بيجيش باللسان او بالكذا فبتيجي من القلب اولا فحينما يقول الخرآن الكريم ومن اهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم اين نعلم هذه القلوب حقيقتها التي سوف تنقلب دي ما فيها الشك ومن لا تعلمهم دي لا تعلمهم هم يعرفش قلبهم انا ما عرفش ايه في قلب حضرتك ولا النبي يعرف ايه في قلب الشخص اللي قدامه وبالتالي ده دليل على ان رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم شخص المنافقين هو النبي عارف ان فيه منافقين انما زيد وعبيد وسين وصد ما يعرفش بواحد كم بيجينوا بواحد لما قالهم لسيدنا زيفا باليمان ما جاش رواهم يعرفوش يا السلام تعلمهم بعلمك الظاهري لكن تعلمهم باطلاع الله لك عليك لأريناكهم مالككاب الاخوانة والسلافيين متخيلين يا جماعة الرسول ما عرفش انما كتيب الاخوان تعرف وكتيب السلافيين تعرف تقولك المنافق الشيخ ده منافق طب عرفت ازيه أنا منافق الرسول نفسه بنص الآية ربنا بيقوله لا تعلمهم نحن نعلمهم بس دي بنقصين كده الدليل ان هؤلاء الناس كذا به ونكمل سيدنا الإمام مالك كان بيّن ان العلم صنايعي ساعات بتحديد كده لا انا عايز اقول بس حاجة احنا سيدنا الإمام مالك كان يبيّن ان هناك أربعة ليوخص منهم العلم وذكر منهم الإنسان اللي هو صاحب يعني هوا اللي عنده هوا في قلبه انا لما اجي عكم على حضرتك منفعش عكم على حضرتك بالهوى مش بالهوى مش انا بحبك او بكرهك بالمناسبة يا دكتور أشرف الإمام مالك قال كده اذا وجدت رجلا سبابا وهو يدافع عن الحق فاعلم ان النيتهم معلولة لأن الحق لا يحتاج إلى ذلك ات عايز تقول لي قال لي لا انا اختلف معاه قال الله كذا قال الرسول كذا انا رأيي كذا رأيي الاكتهادي كذا انما على رأيي الشيخ خالد جندي اسعى الحاجة توصف اللي قدامك ده منافق ده بيبيع دينه ده بيبيع ازاي انت جابك ده تدخل في اختصاص الله تعالى لاحدش بيعرف اللي في القلوب اللي ربنا سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى هو احنا حزاك ما بيبقاش عارفين يعني انا بيبقاش عارف الشخص ده ما الدافع الذي دفعه إلى هذه الفعلة كقصة حاطب ابن أبي بلتعة المذكورة في صحيح مسلم ده احكينا بقى بس عزين ايه نمزمس كده في قصة الحاطب ابن أبي بلتعة علشان انت بتقول كلام خطير يعني تقوم انت حضرتك تعمل عمل منافي لأخلاق الاسلام ومنافي لتقاليد الاسلام او في خيانة للوطن تمام او في خيانة للوطن وتيجي تقول لي ما اقدرش حكم عنيك بالنفاق دي صعب قوي فهمني دي لا مش قصد يعني قصد اقول لحضرتك انت لا تعرف انا لما اجي انا لما اجي اتهم شخصا ما بانه منافق واخد باحدك انا لما اجي اتهم شخص بباقي انه منافق انا ما ببقاش عارف ايه الاسباب التي ادت به الى هذا الفعل هو عمل كده ليه يعني انا احكم الزي يعني هذا الممكن يكون مبرر مبرر ليه لا استطيع ان احكم انا بحكم تبقى مختلف انا اسف على المقاطعة يا مشايخ يا جماعة حاطب ابن أبي بلتعة ده صحابي جليل ايوه النبي كان رايح يفتح مكة عليه الصلاة السلام سنة تمانية هجريا ودعا ربنا قال اللهم عمي عنهم الاخبار يا رب اهل مكة ما يعرف بعدين زلوا الوحي قالوا الحق في رسالة مع ست في الحتة الفلانية الرسالة دي راح للمكة الحقها يا مقداد يا علي هتقولنا الرسالة راحوا جابوا الرسالة مكتوب فيها من حاطب شوف شوف الرسالة واضحة من حاطب ابن أبي بلتعة الى اهل مكة بيقولهم السر العسكري والامر الخطير ده شوف النبي عليه الصلاة السلام ما تصرعش بر تعالى يا حاطب ممكن حد اللي كاتب اسمه قبل ما تقول تعالى يا حاطب انتوا لكم انكم تتخيلوا انه سر عسكري وصل لهذه الدرجة من الخطورة وحاطب ابن أبي بلتعة بيبعث رسالة استخباراتية للعدو اهو ده تخابر للعدو وش كده مفيش اي حاجة ما بيننا احنا وبينهم اعداء اعداء يعني اه من شكل دوت يا ترى انت حكمك على حاطب ابن أبي بلتعة ايه انا سامعك واحد بيقول جسوس القتل لا والتاني بيقول خايد والتاني بيقول القتل القتل لا مش انه عمر قال كده لو مبرر لا لا ملوش مبرر مفيش اي مبرر يؤدي الى ذلك يبقى تعالوا بقى نشوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حل الموضوع ازاي ووصف الحاطب ابن أبي بلتعة بايه عشان يبقى دار سلينا كلنا بعدم التسرع فضل الاول فتبينه هو من حاطب طب نتأكد انه هو العمل كده ولا لا اه تعال يا حاطب انت اللي عملت كده خطك قال له اه طب انت محتاج بعد ما قال اه خلاص اعترف ايه محتاج انك تسمع مبرره ايا كان مبرره حتوافق عليه قال له مهلا يا رسول الله طبعا سيدنا عمر قال له دعني انا اضرب عنك يا رسول الله دع عمر ده رجل اجر الله الحق على لساني وقلبي سيدنا اضرب قال له مهلا يا عمر ايه يا حاطب اللي حصل النبي بيسأله عليه السلام قال له والله يا رسول الله ما بدلت ولا غيرت الامر باختصار اننا عارف ان ربنا حيظهرك وقال ان فتحنا لك فتحا مبينا وقال وينصرك الله نصرا عزيزا انا لي اقاربي في مكة انا خايف عليهم فاردت ان افعل شيئا يذكرونني به حتى لا يمسهم احد بسوء واذا كان الوحي قبليها بسنة ونص ربنا قال له وينصرك الله نصرا عزيزا فصورة الفتح نزلت ولقد صدق الله رسول الله لتدخلنا المسجد الحرام فحاطب كل الداتة دي عنده حاطب متأكد من حياةها مهو الداتة دي عنده خلاص بقى لقد نزلت صورة الفتح وربنا قال له لقد صدق الله رسول الله لتدخلنا المسجد الحرام شوف فهو بتطمن فقال بس حاجة كده يفتكروني بيها عشان ما يقزوش اهلي فعمر قال له عمر المبرر ده برضو عمر ما قابل ما قابلوش قال له دعني أمر قال لا يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعماله ما شئت ففضغ فرت لكم مش العجيب استنى قال لك ايه الجملة قال له لا يا عمر ايه لعل الله لعل هنا احتمال لعل ولا قطع لا ليست قطع ليست قطع لا لا يعني يعني لعل لا تفيد الترج لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعماله ما شئتهم بس الترج في لغة العرب ولا في لغة القرآن لا في لغة القرآن مش ترج الترج اذا نسح يفيد الوقوع بس طب استنى لعل هنا متعلقة بالاطلاع والاطلاع ده يقيني الله يطلع على قلوب الخلق نعم الجواب نعم الله يطلع على قلوب الخلق انا اختلف معك انا ارى انه لعل هنا بمعنى اليقين والنبي اكدها في حديث اخر قال لن يالي جنارة احد شهد بدرا والحديبية يا سلام اه يعني عشان كده دي بقى القرينة بتاعتك عشان كده حتلاقوا حتى في التراجم اما يحب يرفع صحابي اوي اوي يقول لك وكان بدريا يعني كلمة كان بدريا دي كأنه وسام الإيمان من الطبق الأولى يا سلام يا سلام هو لي طيب وعشان في حاجة سبب مغزم لنا فضل لا سي هو عشان خاطر ان النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج في غزوة بدر لم يأخذ معه احدا لا من المنافقين ولا من غير المسلمين في غزوة بدر وفي احد النبي عليه الصلاة والسلام في بدر الاوي منع كل المنافقين لان الله اطلعه عليهم فما اخذهم من بدر كانوا منتقا يبقى انت بتؤكد المعنى اذا كان الله اطلع عليهم ايوه اذا كان ربنا اخترهم ايوه يجي واحد من اللي ربنا اخترهم ايوه من اللي ربنا اخترهم يعمل الموقف ده بعد ست سنين ليه بقى يعمل الموقف ده هم زي زي مثلا اي من ده الحكم بقى خاص قوي خاص جدا هو خصصه بقى ليه ليه ما يكونش الحكم عشان يديك حكم تشريعي بعدم الحكم على حد ده المتعالي ده انسب واوسع واعمل يعني الدرس اللي ياخده السادة المشاهدين من حادثة حاطب ابن ابي بلتع انه تمهل في الحكم على الاشخاص